خلصنا خلاص تعالوا نعمل طبقة شربة حلوة كده على الكفتة بتاعتنا ما تستوي نستأذن فريق العمل مأدير شربة الجنباري بالمشروب يعني فوسفورية بروتونية المأدير على الشاشة توم وبصل وجنباري لح ومشروب وحل على النار بتسخل أنا هعمل دلوقتي شربة الجنباري بالمشروب هعملها عينية حاضر طيب أول حاجة لما أجعمل شربة أحط في الاعتبار أن طالما بعملها بالمشروب وبعملها بالجنباري لازم سلطة الجنباري وسلطة المشروب تبان في قلب الشربة فما أخليش لونها يتغير فأنا أحمر التومة مع البصلة كده بمعلاية زيت زيتون الأخ الكريم علاء عنده ديك رومي وزنه 8 كيلو هنجيب الدك الرومي ده عم معلاه نعمله مساج بمعلاية عسل معلاية إرفة معلاية فلفل أسود معلاية بوهار حل معلاية فلفل حلوة كل دول يتحطوا مع بعض وما تنساش تحط كمان نص كم من الزبدة عشان تبقى معاك زي المرهم كده لطيفة وتمسك الدك الرومي من بره تدلع واخر دلع حلو الكلام في الآخر بتحطوا في صنية كبيرة وتجيب شوية رز تحطولهم شوية مكسرات أو تحطولهم لحمة مفرومة زي ما أنت عايز أو الكبد وأوانص الشربة خلصت خلاص ويتدخل الدك الرومي ده في الفرن بعد ما تقفله إذا واز نديك الرومي عم علاء 8 كيلو زي ما بتقول يقعد يديك الرومي في الفرن 4 ساعات أقل حاجة في درجة حرارة 180 إذا واز نديك الرومي عم علاء 5 كيلو يقعد في الفرن ساعتين في درجة حرارة 180 البصلية بتلف مع الجنباري والتومة هشوحه كده غيرت لما لونه يبقى لون فوسفوري جميل الجنباري ده بيستوي بسرعة الجنباري اللحم ما بيخدش وقت كبير في السوى بحط عليها شوية خضرة كده حلو الكلام واقلب كده خلي الحاجة دي هنا ووسع لنفس كده بقى شل الانتاج بتاعنا عايزين نشوف الاخر الشيف عمل ايه كل حاجة هترجع مكانها كده وناخد المشروب بتاعنا الحلو ده ينزل على الجنباري معايا ميا بتغلع النار ممكن تكون شربة جنباري او شربة سمك عندك ما فيش مشكلة الشربة هيت اخر حاجة ناسي بتاعه علشان تطلع سخنة كده اقلب ده كله مع بعضه مخرجنا الجميل التليفزيون المصري لاستاذ المصورين حبيبي لحظة الولادة لطبق شربة حصريا شربة الجنباري بالمشروب الجنباري واخد شخصيته والمشروب واخد شخصيته في التقطيع الحلوة ميا بتغلع النار ولازم تكون بتغلي وما ينفعش غير لما تكون بتغلي بننزل بها كده على الشربة يا ويلي زلزال خلصت الشربة نقلبها اللهم صلى على النبي توابلنا لها شربة لطيفة وحلوة وشكلها حلوة لا متاخدش طماطم دي انا ضد الطماطم في الشربة دي الطماطم خلاص انا لا هعرف الجنباري من المشروب وانا عايزها كده باللون الحلوة هتاخد كريمة لباني ان شاء الله بازبط الملح وازبط الفلفل والشربة دي على فكرة في ايام الشتاء مفيدة جدا ولطيفة وقيمتها الغذائية عالية جدا انا للامانة هحط شوية كاري صغيري نعم يا غالي انا خلصت خلاصة انا هتطلع على حجم الفرن واجري اقلب كده شفت الشربة خدت اللون الفوسفور ازاي حطيت ايا شيف معالية كاري او كوركو اه واحط كريمة اللباني واقدمها دلوقتي حالا معانا مين يلا 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 يا عم شيف نقدمها هنا يلا بسرعة ايه مكانة هنا حلو ايه رأيك يلا شربة تاخد غلوة بس اشوفها بتغلق قدام عينيا هو ده شوفها بتاخد غلوة فورة اه الله مصلى على النبي يلا هو ده ايه الجمب جبلي الشربة هنا جبلي الدلع ده جبلي الجمباري وهو بتقلل في قلب الحلة نعم يلا انا سازن طبعا بعتزر لكل السادة المشاهدين اللي بتصلوا بنا دلوقتي اعتزار من القلب ومن فريع العمل بتاعنا الجميل ان احنا طبعا وقتنا خلص والناس اللي بتتصل معلش وان شاء الله احنا في طريقنا كمان برضو ان احنا نزود وقت البرنامج بإذن الله كل حاجة نفسكم فيها نعملها ناخد الشربة ونصلى على الحبيب قلبك يتيب تنزل في قلب الحلة في قلب الحلة ايه الحلوة دي عم الشيف هودة هودة هنطلع موسيقى 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 موسيقى